السلام عليكم. جينا في الفيديو اذي بش نحكيو عالمنتخب بلوتان تونسي وبش نحكيو عالفورميسيون اللي تكون هي الاقرب بش نجمو نفوزو على منتخب نيوزيلندا. خطر لحقيقة المقابلة ذي هي اكثر منو مقابلة ترتيبية وثلاثة نقاط وتكمل تروازيام وما تقادش لخر وتخليوا لك الحيد. خطر المنتخب كان من توب سنك. وخسرنا المركز هذي الجراء النكاسية اللي صارت لنا في كاس فريقي. اليوم نلعب ضد منتخب نيوزيلندا. ماذا بينا؟ رجعوا الهايبة متاع تونس. قبل التلتيب وقبل ثلاثة نقاط وقبل مركز الثالث. لديكم توجيوا بتبعاتهم. لكن اسم تونس والهايبة متاع المنتخب الوثاني تونسي لازمها ترجع بالمقابلة ذي. والملاعبية لازمهم يكبسوا شوية. مش نجمو نفوزوا بالمقابلة هذي. ارانا ما ليش نلعب ضد منتخبات كاسحة وعالمية ليه؟ تلعب ضد منتخب تقريبا ترتيبه لمية. قيمة تسويقية متاع الفريق ككل تقريبا حداش مليون اورو مايش حاجة كبيرة. يدونك اللي هنا ما عندك حتى حال كان لازمك تفوز. الفورماسيون اول حاجة ساعة طريقة اللعب. الماتش اللي فيت حكينا على ثلاثة خمسة ثمينة. وقبل ما يهبط بها منتخب حشي ولي كنا شفناها الاقرب. هتركي تحكي على منتخب كرواتيا طريقة اللعب امتاعه الملعبين اللي عنده وعاشر العالم برشد الديتاي يخليوك تلعب بطريقة هذيك. كانت حذرة اكثر منه. كانت دفاعية بحتة. كانت عشرة وقول التالي. هذيك الواقع اللي كان موجود في المقابلة اللي فاتت. لكن المرة دي لازم ننغيره. اول حاجة الشماتك تيك لازم يتبدل من ثلاثة ثلاثة اربعة. اربعة ديفونسارات. ثلاثة في وسط الميدان. وثلاثة الهجوم. واول حاجة مش نحكيو عليها هي البوستويت اليوم لازم يكونوا فيها ملعبية لتسحق تلعب. مش نقعد ونحسبو احنا ليه الملعب يديه على خاطر مش كومبيتيتيف والملعب يديه على خاطره اول مقابلة اللي مع المنتخب التونسي. وملعب يديه من زي صغير. وكحكيت هذيكم ليه خاطر هذي حكيناها في المقابلة الفارتة ضد منتخب كرواتيا. اليوم لازمك تغير وشوفنا الدليل كون منتخب كل وقت تقريبا مدقيقة ستين وبدأ يبدل في الملعبية ونزل تقريبا الملعبية كل شركوا في المقابلة ذي كبركنتر احنا كنا خايفين وكنا حاشتنا بالماتش وكنا نلوجه على رجلتها خنكونوها بحين. والدليل انه عشان جميلة العملناهم تقريبا في الربع ساعة الاخر. على مستوي حراسة المرمى ما يختلفوش زوز على الاستمرارية. ماش شوالة هنا بشي خليك شوية في احراج خاطر دايمن داحمين هبط وعمل مقابلة بوتولية وتصدر ضربة جزاء. بشير بن سعيد عمل مقابلة اكثر من رايعة وتقريبا تصدر زوز كورر هما في الشبكة ما فيهم مش كلام. نزيد عمل مقابلة محترمة. ونتصوروا الاقرب انه بشقعة بشير بن سعيد هو الحارس الولاني واللي بشي شارك ضد نيوزولندا في المقابلة متعغوته. بالنسبة لاربع ديفونساريات. قلنا اللي فما خمسة ملاعبية. المرة ذي بش نحكيه على اربعة ملاعبية. على ثلاثة محور الدفاع بش نحن منهم واحد. وما نتصور حتى انسان عاقل وبمخه يخم شوية بش يخلي ملاعبية كما اوسام الحديدي يكون موجود في التشكيل الاساسي. مع كل احتراماتنا لك يا اوسام الحديدي. مع كل احتراماتنا. بلا انت ضيعتها رايكش تقعد نقطة سودية. فهو مش يكون يقول لك لا وديفونسار وما يعرفش شو توم الحق وإلا لا يا اخويا. المينيموم رو موجود. المينيموم لازم على الاقل نشوفه انسان يعافش تضرب الجازي. ضيعتها تحمل مسؤوليتك بالنسبة لي انا التشكيلة اللي يبش نحكي عليها ما هوش موجود فيها اوسام الحديدي. جلاسي يزيدي اكت ويكون فيرمي كلم. وقلت عليه الملعبية ذي. اروا بالرسمة من ابرز الملعبية اللي يلعب في البطولة التونسية ويستحق يكون موجود في التشكيل الاساسي. الحمد لله اليوم اكتشفنا ديفونسار اخ. اختموا على روحه. بدل البوست متاعه. يزيدي اكد لك في المقابلة الفارتة. فهم برش عبيد ماشي في بلا حمزة جلاسي يلعب من قبل في المنتخب التونسي. ويزيد نستغله في الكورة كثابتة ويزيدي سجل هدف لولي جاء رجول. ارانو شفنا معناه اللي كونه جلاسي سيهم على المنتخب التونسي. دونك بش نختارو ديلان برون اللي عمل مقابلة محترمة زادة بش ما ننسيه وش الملعبية ذي. ومعاه جلاسي. بالنسبة كذاهير ايسر. نتصور بش يكون على العبدي هول اقرب. عمل مقابلة بيها يعطيه في الصحة. بش زيدي كونفيرمي في المقابلة ذي. بش تعديو. غلجيها اليوم هنا. ولهنها فما وجديك شريدة. وفما الزعلوني. يا اما بش تمشي في توجه كعاية الملعبية. ماكش بش تحرمهم انو بش يكونوا موجودين في المنتخب يكونوا اساسيين. وإلا بش تكونفيرمي انك اليوم قاعد تلوج عن نتيجة. ومع لبالك بحتي ملعبي يكونوا موجود في التشكيل الاساسي. دونك اللي هنا بصراحة ما بين كاشريدة وما بين الزعلوني. وقاعد بش نعطيه فرصة للزعلوني. خلينا نجربو. خلينا نشوفو اسكو هو بيدو الملعبي اللي كان موجود في البطولة التونسية وإلا لي. وإلا بش نشوفو ملعبي مزال لازمو يختم على روحو. لازمو يتطور اكثر بش ناجي ميوصل المستوي انو يلعب في التشكيل السي منتخب التونسي. دونك هذو مرباعي محور الدفاع. في وسط الميدان ثلاثة ملعبي بش يكون ملعبي سنتينيل. اللي اكيد ما يختلفوش زوز بش يكون العيدوني ما فيهو شكلة. وبش يكون معاهم ملعبي اللي هو محمد علي بالرمضان. متأسفت برشا لإصابة الحاج محمود. كنت نتصور الملعبي بش يقدم مقابلة بطولة ضد كرواتيا. وبش يزيد يكون في مفرمي ضد نيزيلاند. اللي كنا اللي غالب. ملعبي موسى بش يشفيه. دونك بش يكون محمد علي بالرمضان كما قلنا. وبش نختاره ملعبي اخر بش يعطينا اكثر نزعة هجومية. وبنجم كان يكون حمزة رفعة. الملعبية الاخرين لو ينجموا يدخلوا اثناء اللقاء. كما معتزة ديما ننسيوش. نجم يقدم الاضافة. دونك ثيما ثلاثة في وسط المايدين. على مستوى الهجوم. ولهناء خوية من الاخر. خلينا نلعب ورقنا الكل. عليش تقضوا وتتمزيوه علينا. عليش نحيو هذا ونحطوه هذا ونجيبوه هذا. سيه لا رأي. فيش برشة تفلسيف وبرشة من عرش بش نقوله. عندك ثلاثة ملعبية اللي هما الابرز في هجوم المنتخب التونسي. وكزوز المواطنين الجويني والجازيري. بالنسبة لي انا لاني مانيش حاسبهم. هذكم ما عندكش عليش تهبطهم في التشكيلة اصل. اقدم لعبي واحد اللي هو فيسل المنيع. في وسط اللعبة. تحتيه توندو جو. وتجرب الجوان خليه يكون. نتصور بشيكون اليساعد. لازم يكون موجود المرضية. اما الهن شواء ومشيكون. اسكو بشيكون على الجهة اليمنى. اسكو بشيكون على الجهة اليسرى. اسكو بش نلعبو بياتا كوندو بواند. ولي هي اليوم الاقرب. ديما نحكيه على ثوليث الهجوم مش بالضرورة بشيكون عنا تاكوستاسيون. مش بالضرورة بشيكون كلام اليابي يلعب ذهره ويدور ويعطي الاسحاب ويعاود يعمل ديفياسيون على اليمين وعاليسار ويخرج اسحابه لي اخوية ما حشتنيش حشتنا بمليابي كيما الي الساعد خلنا نعطيه فرص خليه يكاورو مع المنتخب التنسي خلي الجمائر التنسية تشوفو خلتفرش فيه لعبين. بش غضوة النجمة ونحكموا على مليابي. شنية الفيدك نجيبهم لعبين ونخليهم على بنك البودلاء. اقعدوا. تلعبوش. اقعدوا خنتفرجوا فيكم. اقعدوا ومنعانيش درجة نوع. اعطيه فرصة. يكون هو كوم موينجم وهمي. ويكون معال عشوري. وان شاء الله يأكد في المقابلة ذي. الي رأوا المقابلة الفارترة وفيما لقطة شوفناها معناها بيديه يعيط على اصحابه بش يضغطوا معاها. ولهنية تفرق ما بين الكونسيني الي يعمل فيها الجوار واحده فقراتية المدين وما بين الكونسيني يعطيها المدرب لللاعبين. وقتها نلعبو بالبلوكباء في نفس الوقت مانيش نطلعو في الجوارات بتاعنا بش نضغطو عالي على فريق منتخب كرواتيا. ما هو عنده كونسيني في موقف ووقتها حب يضغط عالي بش يعاونوا الصحب وبش يزيد يسكر معناها المنافذ على الحامل للكورة وهكي كبش يلقى معناها يفك الكورة ولا نجابش يعمل كونتراتاك ولا يحاول يدبر راسه. بالنسبة اللعب اخر اللي بش يكون هو سيفرنا بالتايف ثالث الهجوم. تفهم لعبية هذو. بالكاتر واتر وا. نتصوروا هي الاقرب بش نجم ونوجه بها منتخب نيوزيلندا. اللي لازم نحطوه في الكادر متاعو. مش بش نقول وراء منتخب نيوزيلندا السيهر ونجمو نربحوه وكرا حكاية هذيكو. مي لازم احنا نعملو اللي علينا. وان شاء الله البيق على ربي ونفوزه بالمقابلة ديه اللي بش ترجعنا لل للتوب سانك. خطر كنا قبل بعاد. اخسرنا برشة في الترتيب. ما فهميش عليش بش ما تفوزش في المقابلة ديه وفي نفس الوقت زيادة تعطي تونجوه للجوارات وتغير وقت اللي يستحق نغيره. رو نحكيه ديما عالتغييرات لازمك تعطينا شوية لعب للملعبية اللي عايت لهم. ملعبية عايت لهم بشي قدو ديكور. منتصوروا الحاجة ديه ما تجيش. معتزة ديم. عندك فيسن المنيعي. حمزة المثلوثي باللهي لا تهبتو. جويني وجزيري هذيكم ليه مواتنين. حديدي كيف كيف ليه. ندل غندي تنجم تستعملوا في وسط الميديد. دونك هذي الملعبية اللي نشوفوها تنجم تعاون المنتخب التونسي في ماتش نيوزيلندا. مغسيبوكو على المشاهدة يعطيكم الصحة. استنيونا في حلقة اخرى بش نحكيه على مدرب القادم من المنتخب التونسي. اللي ان شاء الله بش تكون بشرة خير لتوينسا. وعلى اقل يزينا من لغة المدرب الكافيئة والوهمية واللي ما فهمها حد شيء. في الاخر نشوفه العبيد بديت شوية بشوية بديو هكا يدوروا عليه في البلاتويت ويحكيه ويندوا مدرب اجنبي. حمد الله كيفقته. وان شاء الله يقدم الافضل للمنتخب الوطي التونسي.